حتى الآن لم يستقر مسؤولي نادي الزمالك على حارس المرمى اللي هيتم التعاقد معه لتدائيم المركز في الزل رحيل محمد أبو جبل ووجود محمد عواد فقط مع الحراس الشباب طرع الجيش متمسك بمحمد بسام مش عايز يسيبه هو كان الأقرب للانضمام لنادي الزمالك والملشح الأكبر للانضمام لنادي الزمالك الزمالك شايف كمان إن فيه صعوبة في المفاوضات مع أمبي حول ضم محمود جاد ودي برضو أمور صعبة جاد عشان كده الزمالك عايز يوسع دائرة البحث شوية يعني مش عايز يقفل القصة على محمد أبو جبل أو عفوا محمد بسام ومحمود جاد عايز يشوف أكتر من حارس آخر عشان لو المفاوضات تعصرت هنا أو هناك